بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزقى التسليم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا خير من خلق الله إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم لقاء الجمعة والله نسأل أن يوفقنا للخير كله والله نسأل أن يوفقنا للخير كله ويبعد بيننا وبين الشر كله إنه ولي ذلك والقادر عليه مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم لقاء الجمعة كما قلت ونلتقي في هذه الظاهرة المباركة إن شاء الله عز وجل لنتدارس موضوعا له من الأهمية بمكان فبمطلع شهر ديسمبر من كل سنة إلا ويكثر الحديث ويحتفل عالم بل ويحتفل بيوم مهم سموه اليوم العالمي لحقوق الإنسان يكثر النقاش من هنا ومن هناك والحديث من هنا ومن هناك عن حقوق الإنسان عن كرامة الإنسان عن قيمة الإنسان وكثيرا ما توجه سهام الاتهام إلى الإسلام أنه لم يراعي حقوق الإنسان وكذا وكذا متناسين أن أول من أقر حقوق الإنسان هو شرع الله سبحانه وتعالى يسعيدني بل ويشريفني أن نتدارس هذا الموضوع القيم إن شاء الله مع ضيف عزيز علينا يحل علينا في هذه الظاهرة المباركة وفضيلة الدكتور فريد تريكي مرحبا بك دكتور الله يبرك فيك أستاذ أحمن وشكرا لكم على هذه الاستضافة مارك الله وفيك جزاك الله وخيرا عن استجابتكم للدعوة وأذكر فضيل الدكتور فريد تريكي أستاذ بجامعة بجاية وهو يدرس القانون ويدرس كذلك المواد الشرعية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيمه حسن الكلام والمقال إن شاء الله عز وجل شيخنا الفاضل بمطلع شريد كما قلت يحتفي العالم بهذه المناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في مقدمة عن هذه المناسبة بارك الله فيكم تفضل ومشكورين ومأجورين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بركتم أستاذ دحمان على هذه الاستضافة ونأمل من الله عز وجل أن يوفقنا أن نقضي سويا لحظات طيبة من خلالها نناقش ونتجاوب الحديث حول موضوع الإنسان وكرامة الإنسان وقيمة الإنسان وأكدوا على كلامكم الذي بدأتم به الحصة عندما قلتم العالم كله مع مطلع شهر ديسمبر يستذكر حدثا متميزا وهو عشر ديسمبر من عام 1948 بصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حتى وإن كان هذا الإعلان في الحقيقة لا يحمل أي قيمة إلزامية أي قيمة قانونية بل هو مجرد إعلان له طابع أدبي له قيمة أدبية لكن كان خطوة مهمة في تاريخ الإنسانية في مجال الاهتمام بالإنسان وكرمة الإنسان وقيمة الإنسان لكن في الحقيقة نحن ينبغي أن نسجل بصمتنا من منطلق أن هذا الإنسان الذي يكثر النقاش حوله ويدور الحديث بشأنه هو في الحقيقة قبل أن تتحدث عنه المواثيق الإنسانية والقوانين العالمية هذا الإنسان قد كرمه أولا خالقه ينور بسبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم ولقد كرمنا بني آدم وكلمة التكريم ليست منصرفة فقط إلى الإنسان المسلم بل كل بني آدم وعندما نتحدث عن مسألة التكريم بني آدم فكلمة التكريم تعني رفع قدر الإنسان الإعلاء من قيمة الإنسان السمو بشأن الإنسان بل أننا عندما ربما نقوم بعملة استقصاء نعود إلى أحكام الإسلام وأحكام الشرعية المختلفة سنجد أن هذا الإنسان ربي سبحانه وتعالى أعطاه مظاهر عديدة من الاهتمام ومظاهر مختلفة من العناية يبرز ذلك ربما من خلال النقاط التي سنعرض لها في نقاشي بورك فيكم كما أسلفتم الذكر في قول المولى عز وجل ولقد كرمنا بني آدم أظن أن أول تكريم من مولى عز وجل من الله سبحانه وتعالى للإنسان أنه خلقه بيده ونفق فيه من روحه واستخلفه في الأرض هذا وجه عظيم لتكريم المولى عز وجل لبني البشر نعم لعل ذلك الأمر يؤكده قوله تعالى في ثنايا صورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فيكفي أن الله سبحانه وتعالى اصطفى هذا الإنسان وجعله خليفة له في الأرض كي يؤدي ويطبق وينفذ أحكام شريعته هذا دلالة على أن هذا الإنسان محل اهتمام لذلك كان التساؤل من طرف الملائكة أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك كان الجواب الرباني إني أعلم ما لا تعلمون إني أعلم ما لا تعلمون هذا الإنسان الذي وإن كان فيه الإفساد وإن كان فيه البغي وإن كان فيه التعدي لكن هذا الإنسان ربي سبحانه وتعالى أعطاه مجموعة من المؤهلات لكي يقوم بهذا الواجب لعله على رأس هذه الامتيازات أنه كما قلتم أستاذ دحمان أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بيده واحتفل آية القرآنية عندما أمر الله سبحانه وتعالى إبريس قالوا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يكفي أنه عندما نقول أن الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى بيده فهذا دليل على أن الإنسان صنعة إلهية وعندما نقول الله سبحانه وتعالى فيه صفات الكمال بمعنى أن الكمال هذا سيظهر أثره في خلقة الإنسان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بل أننا عندما نتتبع آيات القرآن الكريم أستاذ دحمان سجد أن الله سبحانه وتعالى يشير إلى حسن الخلق مثلا وصوركم فأحسن صوركم قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فتبارك الله أحسن الخالقين بل لعله الآن من مظاهر الإعجاز أستاذ دحمان أنك عندما تلاحظ في خلقة الإنسان بحد ذاته تظهر بعض الجوانب الإعجاز يعني مثلا الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان لسانا هذا القطع من اللحم توجد فيها مجموعة من النتوآت هذا الإنسان يستطيع به الإنسان أن يميز ما بين الأذواق المختلفة يميز ما بين الحار وما بين البارد ما بين الحلو العذب وما بين يعني الشيء المر يميز ما بين مثلا هذا الذوق يضر بالإنسان هذا الذوق لا يضر بالإنسان رغم أنه قطعة لحم واحدة لكنها تميز ما بين كل هذا الأذواق المختلفة أعطى الله سبحانه وتعالى للإنسان عينين العينان اللتان من خلالهما يستطيع أن يميز ما بين مختلف الأشكال ومن بين مختلف الألوان ولعله حتى من الإعجاز أستاذ أحمان يقول العلماء أنه ربي سبحانه وتعالى العين لكي لا تتلف ولكي لا تفسد ربي سبحانه وتعالى جعل الدموع مالحة لأن هذه الملوحة هي التي تحفظ العين من الفساد لو كانت الدموع أستاذ أحمان لو كانت فيها عذوبة لعل الإنسان بعد فترة من الفترات العين هذه تفسدي ولا ما يشوفش لكن ربي أعطى الدموع مالحة من أجل أن يحفظ هذه العين كي تؤدي وظيفتها عندما نعود إلى الأذن أكرمكم الله وأكرم آذان المشاهدين نلقى ربي سبحانه وتعالى أعطى هذه الطبلة الصوتية التي تميز ما بين مختلف الأصوات يعني طبلة صوتية واحدة لكن يقدر يميز الإنسان يقول لك هذا صوت إنسان هذا صوت حيوان هذا صوت تعريح هذا صوت تعطائر هذا صوت تعالجارتاعي هذا صوت تعبابة هذا تعيمة الأذن الواحدة يستطيع الإنسان أن يميز بها بين مختلف الأصوات أعطى ربي الإنسان القلب هذه الآلة يقول العلماء تقدر تضخط دماء في الكيان البشري لعمر متوسط حوالي ثمانين سنة هذا القلب الذي يعمل بهذه الطريقة الآلية أعطى ربي سبحانه وتعالى الكليتين لتقوم بعملية التصفية وغير ذلك مما يجمعه قوله تعالى كي قربي سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي كذلك شيخنا الفاضل تصخير الكون للإنسان نعم فالله عز وجل كما خلق الإنسان جعله المخلوق الرئيسي فوق هذه الأرض فسخر له كل شيء نعم يعني نقدر نقوله أستاذ أحمان محور الوجود هو الإنسان وهذا وجه من أوجه التكرم كذلك نعم لأنه نحن نشوف العوالم اللي رهي موجودة في الكون لعله من العوالم الأساسية عندنا عالم الحيوان عندنا عالم الإنسان عندنا عالم الجابات عندنا عالم النابات أسمى هذه العوالم كلها هو الإنسان هو المكلف يعني جميع الكون أستاذ أحمان مسخر للإنسان يعني احتكين قروف القرآن الكريم وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْن وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ في أي وحدة أخرى الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره في أي وحدة أخرى وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ في أي وحدة أخرى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا إذن جميع الكون علويه وسفليه أنهاره محيطاته بحاره نجومه شمسه أنهاره كل هذا الشيء أستاذ أحمان مُسَخَّر كيف نقوله مُسَخَّر مع أنتها راه في خدمة الإنسان مُيسر للإنسان بشي ينتفع به وبشي يخدمه من أجل آداء رسالته ومن أجل آداء وظيفته وحتى أنه في الآثار العظيمة لموجودة في الآثار يقول يقول يابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي فلا تشتغل بما هو لك عما أنت له إذن هذا الكون كامل أستاذ أحمان من معاني تكريم ربي سبحانه وتعالى إنسان أنه جعله بين يديه هذا هو ربما المسألة المتعرفة وكذلك مسألة العلم الشيخ الفاضل نعم أن الله سبحانه وتعالى أفضل الإنسان بالعلم نعم وهذا من أوجه التكريم كذلك من التكريم رباني لبني البشر لأن أستاذ أحمان لكي يقوم هذا الإنسان بواجب الخلافة في الأرض لازم له آليات طبعا خلقه في أحسن تقويم ثم أنه صخر له الكون وجعله ممهد بين يديه ثم أعطاله آليا ثالثة وهي العلم لأننا نحن نرجع للآية الأولى أستاذ أحمان لأشرنا إليها في مطلع الحصة ربك قال الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة كتمشي في ثنايا الأية تقول إني أعلم ما لا تعلم بعد وعلم آدم الأسماء كلها بشي كن هو الخليفة في الأرض يحتاج إلى علم وابن عباس يقول لك يعني ربي سبحانه وتعالى علم آدم كل الأشياء من أبسط الأشياء إلى أعظمها علموا حتى المغرفة لنأكلوا بها علموا بالقصعة كل هذا المسائل أعطى ربي سبحانه وتعالى الإنسان العلم لذلك ربي سبحانه وتعالى كنت تكلم على مسألة العلم بعد وجه السؤال الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين واش قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إذن واجب الخليفة أستاذ أحمان وهو المظهر الأول اللي أعطاه ربي للإنسان ما أعطاه لهش برك هكذا هباء وإنما أعطالوا الآليات لكي يؤدي هذا الواجب أحسن أداء ويقوم به أحسن قيام وحتى أول آية أنزلت في كتاب الله عز وجل اقرأ وهذا إشارة إلى أهمية العلم شيخنا الفاضي من بين العقائد الفاسدة المنتشرة في العالم خاصة في العقيدة النصرانية المحرفة يزعم الناس أن البشر يولدون وهم قد ورثوا أو ورثوا ماذا؟ ورثوا ذنب الخطيئة خطيئة آدم عليه السلام ومنهم من يجزم أن الإنسان يرث أخطاء أبيه أو أخطاء كذا وكذا وهذا في الحقيقة منافي لمبدأ تكرم الله عز وجل للإنسان نعم هذا من الدعاوى الفاسدة التي تتبنها المسيحية أنهم يزعمون أن الإنسان بمجرد أن يخرج إلى الحياة يخرج وهو ملوث ملوث بماذا؟ بإثم الخطيئة الأولى وهذا يعتبر من أشكال الظلم والإجرام في حق الإنسان ربي سبحانه وتعالى ما قالش أنه الإنسان كيخرج للدنيا راح عنده الخطيئة وهذا الفكرة وستد دحمان لعله تحتاج شوية تفصيل لأنه هما يقولوا أنه آدم عليه السلام بأكله من الشجرة المحرمة راح در ذنب كبير مع ربي سبحانه وتعالى وشكون لي كفر عن هذا الخطيئة وعلى هذا الجريمة هو عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام هو الذي فد نفسه فعندما صلب بمعنى أنه هو الذي جبر جبر خطيئة أدم عليه السلام ويقول في دعوة المسيحية هذه أن كل إنسان كيخرج للدنيا يخرج وهو ملوث بهذه الخطيئة وبتالي مدام هو ملوث بهذه الخطيئة الخطيئة عفوا عيسى عليه السلام هو الذي قام بالنيابة عنه بجبر خطيئة آدم خلص البشرية أنت كي ترد الجميل لعيسى عليه السلام ينبغي أن تؤمن به بأنه هو المخلص للبشرية وفي الحقيقة هذه الفكرة فكرة خاطئة لأنه حتى إذا كان آدم وحوى عليهم السلام أخطأ وأكل من هذه الشجرة المحرمة لكنه متابة آه لكن هذا الملف قد أغلق سبحان الله لأنه وربيه في القرآن الكريم وشيقول قال ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين وعص آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا هذا الملف انتهى خلاص حتى إذا كان غلط آدم عليه السلام لكن آدم عليه السلام تاب فتاب الله عليه ثم أنا أستدحمنا من الناحية المنطقية ومن الناحية الشرعية كيف نحمل الإنسان ذنبا أو مسؤولية تعباباه لدرها منذ قرون عديدة وحنا في الأصل التعنا أربي يقول في القرآن الكريم واحدة القاعدة تقول شخصية العقوبة ألا تزر وازرة وزر أخرى فبمنظور الإسلام الإنسان عندما يولد وعندما يخرج إلى الحياة لا يخرج محملا بإثم الخطيئة الأولى ولوثة القطيئة الأولى بل يخرج ورقة نظيفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه كلمة يولد على الفطرة بمعنى يولد إنسانا مسلما لو يترك من غير مؤثرات خارجية يبقى هذا الإنسان مو من يعبد ربي صبحانه وتعالى إذن من معاني التكريم أنه في منظور الإسلام الإنسان غير محمل بأي إثم بأي خطيئة يولد ورقة نظيفة ورقة طاهرة بل يولد وهو يحمل معاني الفطرة معاني الإسلام الله عز وجل قال كل نفسهم بما كسبت رهينا وكذلك من بين الأفكار يعني الخاطئة والتي انتشرت كذلك في العالم أنه باش الواحد يعني يحب ربي صبحانه ولا يعبد ربي صبحانه لازم له وساطة لازم له شيخ ولا لازم له كاهن ولا إلى غير ذلك لكن شوفوا نظرة الإسلام شيخنا الفاضل أنه حر الإنسان من كل علاقة أو وساطة بينه وبين ربه فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي نعم لأنه حتى هذه من الأخطاء أيضا التي تساق ظلما للإنسان أنه الإنسان هذا بش يتقرب من الخالق يحتاج إلى رابطة كهنوتية وهذه من الأفكار الخائطة الخاطئة التي جاءت بها دعاوة النصرانية أيضا كان في وقت من الأوقات أستاذ أحمان هذا الرجال الكهنوت هذا هم لي كانوا يقسموا على الناس سكوك الغفران هم لي كانوا يوزعوا على الناس أمكنا في الجنة يعني ليرضوا عليه وما يرضى عليه ربي صبحانه وتعالى ليعطوا له سكت على الغفران ربي سامح له إليه المرضوش عليه ما يسمح لهش ربي صبحانه وتعالى لما جاء الإسلام قال أن هذا الإنسان المكرم إذا أراد التواصل والاتصال مع الخالق ما يحتاج إلى أي واسطة ما يحتاج إلى أي رابطة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان سيد الحمان عندما نرجع إلى القرآن الكريم كان النبي عليه الصلاة والسلام في مرات عديدة عندما يسأل بعض الأسئلة كان يأتي السؤال فاربي صبحانه وتعالى يعطي الجواب للنبي صلى الله عليه وسلم بشي بلغ السائل يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي يسألونك عن اليتامة قل إصلاح لهم خير يسألونك عن الله لا قل هي موقيت للناس والحج لكن عندما جاء المسألة متعلقة بالدعاء لعلاقة المباشرة بين الإنسان وربي صبحانه وتعالى ربي صبحانه وتعالى لم يعطي حتى للنبي عليه الصلاة والسلام ما أعطلوش الجواب بشي جاوب هو إنما ربي جاوب مباشرة جاوب سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وهذا المعنى المذكور في الآية القرآنية أستاذ أحمن يأتي الحديث القدسي ليقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتان يمشي أتيته هرولة هذا دللة على أنه ربي صبحانه وتعالى ما يحتاج من الإنسان أي واسطة كي تحب تتواصل مع ربي صبحانه وتعالى تتواصل به في أي لحظة من لحظات ولعله من الأبيات الشعرية التي تذكر في هذا المجال أستاذ أحمن يقول شاعرك ذابيت رائع يقول لك حسب نفسي عزا بأني عبد يحتفي بي بلا مواعيد رب هو في قدسه الأعز لكنني أنا ألقى ومتى أحبه إذن الوسطة هذه لبين الإنسان وربي صبحانه وتعالى لكان يديرها بعض الرهبان وبعض رجال الكهانوت كي جاء الإسلام قال الإنسان ما يحتاج لكي يكون هذا الرابط يتواصل مع ربي في أي وقت ومتى يشاء وهذا كذلك من أوجه التكريم يا الإنسان نعم لو أتينا كذلك يا شيخنا الفاضل إلى الشريعة الإسلامية نجد أن يعني جزء منها بل الجزء الأكبر متعلق بالأحكام المتعلقة والتي لها علاقة مباشرة بالإنسان وهذا كذلك من تكريم الله عز وجل للبشر نعم سيد الحمم مثلا كنت قرأ أول آية التي أشرته إليه في بداية حديثكم أول آية نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم في خمس آيات أولى نزلت من القرآن الكريم مرتين ربك سبحانه وتعالى يذكر الإنسان هو قرآن إما حديث عن الإنسان أو حديث إلى الإنسان كما يقول العلماء وحتى أنه يتقرأ في القرآن الكريم مثلا تجد ربك سبحانه وتعالى ذكرت كلمة الإنسان 63 مرة في القرآن الكريم وكلمة بني آدم 6 مرات وكلمة يا أيها الناس 240 مرة فهو قرآن الإنسان لذلك أستاذ دحمان الأحكام الشرعية حناك نقول الأحكام الشرعية نقدر نقول مثلا من أهم الأحكام الشرعية عندنا أحكام العبادات وأحكام المعاملات أحكام العبادات اللي تمثل العلاقة المباشرة ما بين الإنسان وربي سبحانه وتعالى تحتل حوالي ربع الأحكام الشرعية والأحكام بتاع المعاملات إما أحوال شخصية إما أحوال جنائية إما معاملات مالية إما علاقات دولية مختلف الروابط والعلاقات الإنسانية ثلاثة أرباع الأحكام الشرعية كلها تتناول الروابط والعلاقات الإنسانية بتعبير آخر أستاذ أحمان معاملات الإنسان المختلفة عندها وزن كبير في أحكام الشرعية الإسلامية بل حتى أحكام العبادات أستاذ أحمان رغم أنها تمثل العلاقة المباشرة بين الإنسان وربي صبحانه وتعالى لكن هذه الأحكام عندما نبحثه ونتقصه سنجد أنها لا تخلو من بعض المقاصد والفوائد الإنسانية يعني مثلا كنقول الصلاة الصلاة كي صلي الإنسان رهي صلي ربي صبحانه وتعالى لكن فيها فوائد إنسانية إسان يتعلم النظام الإنسان يتعلم الطاعة هذه كلها معاني إنسانية الزكاة رهي ديرها ربي صبحانه وتعالى لكن في جوهرها تأخذ من الإنسان كي تعطل الإنسان الصوم علقة مباشرة بينه وبين ربي صبحانه وتعالى لكن من مقاصده أن الإنسان يحس بآلام أخيه الإنسان الفقير والمحتاج الحج هذا المؤتمر العالمي الرباني السنوي من مقاصده واش يقول ربي في القرآن الكريم ليشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات ليشهد منافع لهم واش المقصده أستاذ أحمان المنافع الإنسانية هذا كن أرى أننا نتكلم عن العبادات ومن مقاصدها أهدف إنسانية أما أنه كن رحل المعاملات سنجد الأمور العجيبة جدا أنه في كثير من المسائل الدين التعنا العمل اللي يدير الإنسان يفيد به أخوه الإنسان أحيانا ربي سبحانه وتعالى يرفعه إلى درجة أكبر من درجة العبادة ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة قالوا لبلا يا رسول الله قال إصلاح ذات البين عمل يعود بالفائدة ممباشرة على الإنسان لكنه أسمى وأعلى من درجة صلاة النافلة والصيام النافلة وصدقة النافلة وغير ذلك من الأعمال الإنسانية نعم وكر فيكم شيخنا قبل الختام في سؤال وجيز كيف أقر الإسلام حقوق الإنسان بارك الله فيك أستاذ أحمان من معاني تكريم الإنسان ربي سبحانه وتعالى أعطى الحقوق إذا كانت مدرسة القانون الطابعي نسل قلوب للإنسان أعطاله ربي الحقوق والطابعة هي اللي أعطاتهم له حنا الطابعة هذه طبيعة سماء سماء ما كانش حاجة اسمها البحر ولا الجبال ولا الأنهار تمد حقوق الإنسان حقوق الإنسان هي منحة ربانية أربي أعطاه له قبل أن يخرج إلى الوجود وأعطاه له أربي سبحانه وتعالى بصرف النظر عن لونه ولا لغته ولا جنسه ثم أنه أربي سبحانه وتعالى كي أعطى للإنسان هذه الحقوق الدين تعنا أرفعها إلى درجة الحرمات ميش فقط حقوق وإنما هي حرمات قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام إنما دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم إذن الدماء والأعراض والأموال الأموال اللي رهي من حقوق الإنسان نحن في شريعتنا تعتبر حرمات وكي نقول كلمة حرمات أستاذ دحمان أيها المشاهدون الكرام بمعنى أن هذا الحقوق عندها حرمة ما لازمش الإنسان يدن لها ما لازمش الإنسان يقرب لها وما لازمش الإنسان يحرم الإنسان منها سبحان الله عز وجل برك فيكم شيخنا الفاضل على هذه الكلمات نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلة ويجعل ربهم ميزا الحسناتك إن شاء الله شكرا نعي برك فيك دكتورنا الفاضل إخواني أخواتي ها قد وصلنا إلى ختم هذا اللقاء نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا هذه حقوق الإنسان أقرها المولى عز وجل قبل أن يخلقه أولا وهذه هي شريعة الإسلام السمحة التي أقرت الحقوق وأرست كرامة بني البشر نسأل الله عز وجل أن يوفقنا الخير كله ويباعد بيننا وبين الشر كله معيدنا معكم يتجدد في الأسبوع القادم إن أحيان الله عز وجل في عدد جديد من برنامجكم لقاء الجمعة إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة